أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد الله صل على محمد واللعن الدائب المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته أبارك لكم هذه الليالي السعيدة والمناسبات الشريفة التي تمثل محطات في حياتنا نتوقف ورحمة الله وبركاته 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 أو الزوجة الرجل يرزقه الزوجة الذين يقولون ربنا هب لنا جعلها هبة منك هب لنا من أزواجنا من الذكور أو الإناث وذرياتنا أولادنا قرة عين ما تقر به العيون والقر من البرد وذلك حينما تدخل السعادة في القلب من علاماتها هو الدموع البارد في العين دلالة على الفرح أي أن العين تكون قريرة مستأنسة مرتاحة حينما تكون الزوج ذكر أو أنثى والذرية بمستوى ما يصل إلى أن تكون العين قريرة في مسألة الزوج سواء كان ذكر أو أنثى مسألة ترجع إلى الإختيار وسبق أن تحدث في هذا المكان عن هذا الموضوع أما الجزء الثاني الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرى تاعي أن تكون الذرية قرة عين وموضع ارتياح واستئناص للأسرة يحتاج إلى مجموعة من الأمور هي التي تصيغ لنا هذا الجو الذي تقر به العيون تبدأ المسألة من لحظة الإختيار والتفكير في الزواج اختيار الوعاء الذي يحمل هذه الذرية اختيار الزوج الذي منه من صلبه تأتي هذه الذرية الأمر الثاني وهو مسألة البيئة البيئة الأسرة الكبيرة التي لها تمام التأثير في حياة أبنائنا إذا كانت البيئة صالحة ستترك بصماتها وأثرها على أولادنا وإذا كانت البيئة فاسدة ستترك آثارها السلبية كذلك طبعا هذا لا يعني أنه بالضرورة أنه الواحد أن ولد في بيئة فاسدة أن يكون فاسد كما أنه ليس بالضرورة أن المولود أو الواحد إذا ولد في أسرة صالحة أن يكون صالحا فقد يولد المولود في أسرة وبيئة فاسدة موبوءة إلا أنه يكون صالحا وقد يكون العكس يولد المولود في بيئة فاسدة أو صالحة ثم يكون فاسدا ولكن واحد من العوامل المؤثرة في صياغة شخصية أبنائنا هي البيئة كما أن الأسرة الأبوين الأب والأم اللي نسميهم التنشئ الأسرية اللي هم تأثير في صياغة شخصية أبنائنا كذلك البيئة المكونة من الأصدقاء المكونة من المؤسسات الأهلية الموجودة في داخل المجتمع وغيرها كل هذه تأثيرات في صياغة شخصية أبنائنا كلما كانت البيئة نظيفة والتنشئ الأسرية سليمة ساعد ذلك على صياغة شخصية الفرد وفي بعض الأحيان قد تكون الأسرة أسرة صالحة الأب والأم قاموا بتنشئة أبنائهم تنشئة سليمة والبيئة كذلك بيئة صالحة إلا أن نجد أن بعض الأبناء يقعون في شراك الفساد والانحراف فما السر في ذلك مرجع ذلك إلى خصوصياتهم الشخصية يعني أولادنا مو كلهم على نمط واحد وهذا نشوف في أبنائنا اثنين من بطن واحد تشوف هذا سلوكيات سلوكيات حرك لا يجلس على الأرض لا يستقر له قرار الولد الثاني تجده هادئ في سلوكيات اتمر عليهم مرحلة المراهقة تجد أن هذا الولد تعصف به مرحلة المراهقة تشوف خصوصيات المراهقة المعروفة تكون كلها منطبع على شخصيته وأخوه الذي هو معه من بطن واحد كأن المراهقة لم تمر عليه اللي أريد أقول بأن الخصوصيات كل فرد إلى خصوصيات سمنا فروق فردية يعني كل واحد إلى خصائص فروق الفردية التي بها يمتاز عن غيره لكن فيه نمط عام هو الذي يحكم سلوك المجموع إذن ثلاثة أمور تكون مؤثرة في بناء شخصية أبنائنا الأمر الأول مبني على الاختيار على أساس إحنا مسبق هذا الكلام لو ما ذكرته إحنا نقول بأن التربية تبدأ عدنا من لحظة التفكير في مشروع الزواج يعني من يقول الواحد أريد الزواج يبدأ يفكر يعني أولاد لابد يكونوا حاضرين في هذا المشروع ولذلك تعبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم أنا قاعد أختار يقول مثلا أنا أحبها هي تحبني لا خليكون الأولاد همشاهدين على المشروع هذا لأنهم جزء من المشروع اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس يعني لابد يكون لهم موجود هذا المرحلة الأولى المرحلة الثانية دور الأسرة نفسها تنشئ الأسرية الأبوين في صناعة الأطفال الأمر الثالث البيئة البيئة لها مدخلية والأمر الرابع تجي دور الفروق الفردية بين الأفراد ولذلك الطفل لما يجي يحبل جينات من سبق بصبات تأثر به يعني أنت لما يكون اختيارك صح وفي محل الزوجة اختار الزوج المناسب وكذلك الزوج اختار الزوج المناسب ثم اجه هذا الطفل وعاش في كنف أبوين ينشئانه تنشئ تربوية سليمة بلا أشكال مع الملاحظات الأخرى تجد أن هناك صراعة خاصة لصياغة شخصية هذا المولود أو هذا الطفل في مناسبة هذه الليلة ولادة علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه تذكرون في يوم العاشر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما أن برز علي بن الحسين في عبارة المعروفة التي تذكرها كتب التأريخ اللهم اشهد على هؤلاء القوم يشهد الله عليهم اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنهم قد برز إليهم في بعض هذا الغلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بمن بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه في بعض الكتب تقول نظرنا إلى وجهه هذه مجموعة السجايا التي يحملها علي الأكبر عن جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يعني كان علي الأكبر مرآة الجمال المحمدي صلى الله عليه وآله بعد جمال رسول الله مدق لي جمال يوسف هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كل ما في الجمال مختزل في جمال النبي صلى الله عليه وآله إمام الحسين يقول لهم أنا أشهدك يا ربي على هؤلاء هذا الرجل الذي يبرز لهم هذا الغلام أشبه الناس يعني أشد شبهان أقرب شبهان في الخلق والخلق والمنطق ثلاث خصال جمعها من جدة رسول الله صلى الله عليه وآله اللطيف أن الروايات لما تتحدث عن من يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله تتكلم عن أبناء الرسول يشبهونه في بعض الجوالب بعضهم في جنبتين بعض الجوالب أما علي الأكبر وهذا نطق الإمام الحسين صلى الله عليه يقول لا أنت لما تشوف علي الأكبر أنت تشوف النبي من حيث الخلقة والجمال المحمدي الصورة والشكل أنت تشوف رسول الله صلى الله عليه وآله ومن حيث الخلق والنبي صلى الله عليه وآله يتمتع بمجموعة من السجايا وإنما بعدت لأتمم والله وصف وإنك لعلى خلق عظيم هذا الذي على خلق عظيم وهذا يتمم مكارم الأخلاق كل هذه الخصال وين راحت في علي الأكبر أشبه أشبه الناس خلقا في الصورة وغالبا مسألة الخلق يعني الصورة هذه في الغالب تكون عند الناس إنه ولذلك العرب كانوا ينسبون بهذه الصورة عن طريق الدم يقولون هذا ابن فلان طريق دمه والصورة المشابهة يقولون هذا يشبه فلان هذا ابنه هذا مؤمر غريب وعجيب أن يكون علي الأكبر صورته صورة جدة رسول الله صلى الله عليه وآله بس إحنا لما نلتفت إلى خصوصية أن جمال النبي جمال المحمد جمال خاص القرآن يتحدث عن يوسف جمال يوسف لكن لما يجون إلى جمال النبي صلى الله عليه وآله فهو جمال يفوق كل جمال وعلي الأكبر لما تنطبع فيه هذه السحنات لمسات جمالية من جدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على شكله المبارك تعطي خصوصية معينة تجي الخصوصية الثانية خصوصية الخلق والخلق عنوان عام لكل السجاية كل الأخلاق من شجاع من كرم من تواضع من كل أنواع السجاية والخلق ورثها علي الأكبر صلى الله وسلم عليه بعده النطقة بعض الأحيان فلان يشبه أباه أو جده يشبهه في خلقته رب بعض الأحيان يشبهه في بعض جوانبه نقول هذا طال على أبوه طال على جده في بعض جوانبه الأخلاقية يعني في سلوكية معينة يأخذها منه بعض السلوكيات مو كل سلوكيات هذا كل الأخلاق أخذها لكن لما يجي إلى صوت وكلام فصاحة وبيانة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد يعني عنده لسان ينتحدر منه الكلام حدار وفصيح وبليغ يضاف إلى نبرة الصوت هذه النبرة التي ينطق بها علي الأكبر يقول تمام هذه الخصال كانت عند علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه في بعض الرؤية نظرنا إلى وجه أيًا كان يعني شوفون علي الأكبر رسول الله يمشي على الأرض النبي صلى الله عليه وآله يمشي على الأرض هذا الشاب الذي هو في مقتبل عمره في بداية حياته إلى نهايتها نحن لما يكون بذهن كلمة شاب في الغالب تقترن ويا الشاب العواطف والأحاسيس والمشاعر ولذلك نتشاءم نحن لما نقول شاب طيش الشباب نصنع لأن الشاب في الغالب تحكمه مجموعة من ماذا مجموعة من العواطف والأحاسيس والمشاعر ويبقى أسير لها فيغيب العقل عنده ما يحكمه وطبيعة الإنسان هكذا إذا تحكمت الأحاسيس والمشاعر وغاب العقل تجد هذا الشاب يتخذ طريقا غير الطريق الذي يفترض فيها أن يسلك تشوف مثلا شبابنا اليوم أسير العواطف والأحاسيس مثلا الحب بين الجنسين لما أن يتعارض عنده مسألة حكم شرعي وشيء عاطفي تشوفه يخضع إلى عواطفه وانفعالاته ما عنده شيء حكمه أكثر من الانفعالات والعواطف ولذلك يحتاجون إلى عملية الترشيد دائما الشاب في مرحلة الفتوى يحتاج إلى من يرشده يعني وازن بين حاسيس ومشاعره وبين ما يقوله أو كل منطق العقل علي الأكبر واحد من هؤلاء الشباب علي الأكبر شاب مثل بقية الشباب وبيئة حاسيس ومشاعر مثل بقية الشباب عنده عواطف وعنده أحاسيس وعنده مشاعر وعنده عكل لكن يعيش حالة التوازن تنشئ الأسرية والبيئة التي نشأ فيها خلقت فيه خصلة التوازن والترشيد الدائم بين مجموعة الأحاسيس والمشاعر وبين منطق العقل والبرهان علي الأكبر هو رايح ويابوه رايح إلى معركة شاب عمره 27 سنة رايح إلى معركة ومعركة أقصاها القاتل رجال رايح في حرب في كناف أبي ويدري شنوه ومفروض نوازعه كشاب وأحاسيسه ومشاعره تقول لي تريف توقف شنو أنت بايع شبابك ما تحتاج إلى شبابك أنت شباب تحتاج إلى الزواج تحتاج إلى أن تستمتع بشبابك ثم بعد ذلك إذا بلغت من العمر شوية قدمت اتشارك في الحرب اتمارس هاي الأمور على حد تعبيرنا اليوم تصير مدين زايد بس اليوم أنت شباب استانس بشبابك مفروض علي أكبر يفكر نفس الفكر لما أن وقف الحسين عن قصر بني مقاتل وتسمعون هذا الكلام في محرم كثير بس أنا آخذ هذا المقطع من المحاورة التي جرت بين علي الأكبر وبين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين خفق خفق يعني غفوة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال الحمد لله يقال أنه قال مرتين أو ثلاث العهد على الله إجاه علي الأكبر وهو على فرسه التفت الشباب التفت إلى منطق العقل موطن تحكيم العقل وأريد أخلي رباط لحديثه لما أن أجأ إلى أبوه سأل أبا مما تسترجع هو هم كرر إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله قال لي ليش تسترجع أخبر عن لي فارس قال لي هذا الكلام القوم يسيرون والمنايا تسير بهم فكأنما نعيت إلينا أنفسنا إمام الحسين خبره عنه هذا صعب خبر تقول الأشياء يقول له أنا وكان واحد جاني وهتف إلي هاتف وقال إلي يعني أنتم في مسهركم هذا تسيروا إياكم الموت يعني الموت رفيقكم يقول فحسيت أن هذا نعيت إلينا أنفسنا يعني وصلنا النداء أننا إحنا طريقنا الموت مفروض علي الأكبر شوي يصير عنده تلك يتوقف ويرا حين أبا أولسنا على الحق قال بلى والذي إليه مرجع العباد إحنا على الحق إذن ميزان شنو الميزان هو هو الحق كل الانفعالات والأحاسيس والمشاعر مو أنه فاقد الانفعالات والأحاسيس والمشاعر عليه الأكبر يمتلك مثل مثل بقية الشباب يمتلك الانفعالات يمتلك الأحاسيس ولكنه يرى أن العقل يحكم مجموعة الأحاسيس والمشاعر هي تحت إرادة العقل يوجهها عيثما يريد الحق هو سيدها الحق هو سيدها مو بس قوة يعني شاب يقول أنا عندي القوة وفي عنفوان شبابي أحمل السيف هذا السيف محكوم محكوم بماذا هذا السيف محكوم بالحق الحق اللي يسير إلى اليمين ويسير إلى اليسار هذا لما يؤمن الإنسان بلغة الحق السؤال الدائم اللي نقول متى ننتصر إذا انتصر الحق يعني أنت ممتصر إذن انتصر الباطل فعلا أنت خسران أنت في هزيمة دائمة سن المؤمن الحق هو المظلة التي يستضلها أحدهم كان مع الإمام يردفه في قل الإمام يا ابن رسول الله ادعوا لي بالجنة قال للإمام أنت في الجنة قال يا سبحان الله لا مت لا قامت القيامة لا حساب لا شيء شلون أصير في الجنة شي يقول للإمام يقول لأنت على ولاية أمير المؤمنين أنت ما قدمتم تتمسك بولاية أهل البيت قطعا تكون في الجنة تنتظر الجنة أنت تتنافس في مراتب الجنة العالية أنت همك وين أنت تنافس في مراتب الجنة العالية كلمة لعمار بن ياسر في صفين لما جيش الشام تقدم شيء خاطب يا أمير المؤمنين تفتلها الكلمة الرائعة يقول له والله 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 لو ضربونا يعدلين الجيش الأموي أقوى منا أكثر عدد ما راح يسوون هذا معركة دائرة معركة دائرة وجولة يمكن ينتصر فيها والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر وين المعركة وين سعفات هجر يقول يلحقون وراننا يعني قتلون جماعتنا ما عندنا خط دفاع الجيش تفلش العدو وراننا يراكض وراننا والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا علمنا منكشف لنا الآن لا لعلمنا يعني لزددنا يقيا لعلمنا إنه على حق وهم على باطل هذا منتصر هذا قبل ما يخوض المعركة هذا الرجل يحمل النصر في داخله أحد يشك أنه على باطل أحد يقول أنه على باطل بعد اللي متمسك بولاية أمير المؤمنين بولاية علي بن أبي طالب عند ذرة شك أن يكون هو مو على حق قطعا لا علي الأكبر لما يسأل من الإمام يقول لا بلا والذي إليه مرجع العباد نحن على حق خلاص إذن لا نبالي ما يهمنا وقع الموت علينا وقعنا علي مو مشكلة الموت الموت شنو الموت نقلة من عالم إلى عالم أسمى وأوسع واحد بنقلونا من بيت صغير يعيش بغرفة وبنقلونا لفلة يتأذى لو يستانس طبعا يستانس الموت هكذا الموت الروح لحياة أوسع أفضل ولذلك لا ما عندي مشكلة في الموت وهو علي الأكبر في ريعان شبابه أنا ما عندي مشكلة في الموت المهم أن أكون على الحق تشبث الإنسان بالحق قبول به هو هذا عنوان انتصار العلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه قلنا أنه يمتلك الأحاسيس والمشاعر ويعيش الانفعالات كما يعيشها الآخرون لكن المنطق العقل والحق هو الذي يتحكم كم في هذه الأحاسيس والمشاعر وهذا كل شاب إذا تحكمت الأحاسيس والمشاعر على منطق العقل عنده على الحق الذي يؤمن به فإنه سيتجه في الاتجاه الآخر وإذا حكم العقل وحكم الحق الذي يعتقد به أحاسيس ومشاعر وانفعالاته تجري وراء الحق وهذه مسألة مهمة ترض واحد الآن ترض أن الظالم ويكون نحن دائما في صراع بين أن أؤمن بالحق ومنطق العقل وبين أن أكون أسير لأحاسيسي ومشاعري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في قضية الدار في أحد يحب عرضه أكثر من علي بن أبي طالب في أحد يدافع عن الزهراء أكثر من علي بن أبي طالب ما لكن كل ذلك حصل للزهراء وعلي موجود تشبيع علي بن أبي طالب فاقد الغيرة حاسيس ومشاعر ما عنده ما يدافع عن زوجته لا هذه مجموعة انفعالات وعواطف وأحاسيس بس في شيء أكبر منه شيء اسم الدين نحن نعبر عنه اليوم بالحكم الشارعي الإمام علي محكم بماذا؟ بحكم شرعي أحاسيس ومشاعر تكون تابعا للحكم الشارعي كذلك الشبام مقتضى الأمر أن كل شاب مهما تمتلك من قوة مهما تمتلك من قدرة يكون الحق هو الذي يتحكم في قدراتي الحق هو الذي يسيرني حيث ما أريد والحق اليومي عن منطق الدين منطق العاقل عن الحكم الشرعي هو الذي يوجهني حيث ما أريد إذا أدركنا هذا الأمر سندرك أن علي الأكبر مع أنه شاب يعيش بهذه الخصوصية يعني فترة شباب مرحلة الشباب مرحلة الفتوة مرحلة القوة ويعيش مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والإنفعالات إلا أن الحق هو الدليل لكل هذه الأحاسيس والمشاعر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة يا ابن الحسين وللنبي محاسن في وجهك القدسي دوما ترصدو إني إني لأعذر من رآك فصاح فيه أفق المدى هذا النبي محمد بجوهر اللفظ على الأسطور شبيه طاه المصطفى وعلى رحى الكمال جاء جاءك المحور ومن علي المرتضى باسه وعطره من روضه المزهر جاءك المصطفى جاءك المصطفى جاءك المصطفى جاءك المصطفى جاءك المصطفى جاءك المصطفى والعالم كل أفراح نور أكلاح والعالم كل أفراح بيك حسين يتبشر نور العين بيك حسين يتبشر نور العين أكبر بيك حسين يتبشر نور العين أكبر بيك حسين يتبشر نور العين نورك لاح والعالم كل أفراح نورك بيك حسين يتبشر نور أحسين يتبشر نور العين أحس أنه عندك صوت أعلى وإن شاء الله تحفظ المستهل بعد وتجاوبني نورك لاح والعالم كل أفراح نورك لاح والعالم بيك حسين يتبشر نور العين أكبر بيك حسين يتبشر موسم أفراح وقبل النص من شعبان من شعبان موسم أفراح وقبل النص من شعبان لشراقة نورك يا الأكبر موعد حان موسم أفراح وقبل النص من شعبان لشراقة نورك يا الأكبر موعد حان جئت إلى الكون بهيا بدراً في حسن محيا جئت إلى الكون بهيا بدراً في حسن محيا سماك حسين علي سماك حسين علي من دوحة عدنان جئت إلى الكون بهيا بدراً في حسن محيا سماك حسين علي سماك حسين علي من دوحة عدنان من دوحة ع张 وعي اسمك صار للحب يحمل أسرع اسمك صار للحب يحمل أسرع بكثار بكثر من حدر نور العين أكبر بكثر من حدر نور العين نور أكلاح والعالم نور أكلاح والعالم كل أسرار بك حسين يتبشر بك حسين سبحان الصور وجهك من عالم نور سبحان الصور وجهك من عالم نور تشبه جدك طه وعينك در منثور تشبه جدك طه وعينك در منثور سبحان الصور وجهك من عالم نور تشبه جدك طه وعينك در منثور وردة عشق تتجسد ومن الرحمن مؤيد وردة عشق تتجسد ومن الرحمن مؤيد حسنك من حسن محمد حسنك من بعد حسنك من حسن محمد بمشغوف الحور بمشغوف الحور بمشغوف الحور بمشغوف الحور بك حسين قرت لليوم العين بمشغوف الحور بوجهك صار يتفكر نور العين أكبر بوجهك صار يتفكر نور العين نورك نورك لاحو العالم نورك لاحو العالم بيك حسين يتبشر بيك حسين يتبشر نور العين قلبه حسين وروحة عرفك هل عشاك قلبه حسين وروحة عرفك هل عشاك ينظر أنوارك للهادي من يشتاك من يشتاك ينظر أنوارك للهادي من يشتاك قلبه حسين وروحة عرفك هل عشاك هل عشاك ينظر أنوارك شابهت محمد خلقا شابهت محمد نطقا 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 شابهت محمد خلقا شابهت محمد نطقا شابهت محمد نطقا ولكتح للأشواق إيه زينة وصاف ربك خصك بالطاف زينة وصاف ربك خصك بالطاف أحمد بيك يتصور نور العين أكبر أحمد بيك يتصور نور العين نورك نورك لاح والعالم نورك لاح والعالم بيك حسين أعلى بيك حسين عنصر قدرك لوني تسأل نبدي منين نبدي منين عنصر قدرك لوني تسأل نبدي منين يكفيك إنك موضع قبرك قبرح سير قبرح سير يكفيك إنك موضع قبرك قبرح سير عنصر قدرك لوني تسأل نبدي منين نبدي منين يكفيك إنك موضع قبرك قبرح سير من مثلك يا ابن الأنزع شأنك بالفخر مرصع من مثلك يا ابن الأنزع شأنك بالفخر مرصع موضع قبرك لا أروع موضع قبرك لا أروع موضع قبرك لا أروع بيه إحنا مأملين بيه إه إين واللي يزور قبرك يرجع مسرور واللي يزور قبرك يرجع بعين واللي يزور قبرك يرجع مسرور والعاداك يتحسر والعاداك يتحسر نور العين أكبر والعاداك يتحسر نور نورك نورك لاح والعالم كل أفراح نورك لاح والعالم كل أفراح بك حسين يتبشر بك حسين يتبشر نور العين أكبر صلوات أحسين يحبك أحسين يحبك مو لأنك ابن لا أنت بفعالك كسبت محبته عدل لولا أحسين يحبك مو لأنك ابن لا لا أنت بفعالك كسبت محبته التجارب كشفتك حر وأصيل الناس قالت عاشتهم والجابت تجارب كشفتك حر وأصيل الناس قالت عاشتهم والجابت موقفك موقفك متخلد ويعكس ثبات تجارب كشفتك حر تجارب كشفتك حر الموت علينا أم عليه قد وقعنا الدين تبقى هبته أحسين يحبك أحسين يحبك يا علي أحسين يحبك يا علي وعندي دليل أحسين تربتك صلوات 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 وجهي الأكبر صنة للعشاق وجهي ما أخذ من محمد حسن وجهي إلك نبدأتها نبه المسي لا لا أهلا أريد أحكي وقولوا عدل لا لا أهلا أحسين الكون ما ينوجه لا لا أهلا 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 أه ولا لا ولا ولا لا يعني الكون بمر بني الزيشية صلوات أهل هوسات وأسألكم الدعاء وأعتذر على الإطالة وين هم أهالي الهوسات أخوتها أشرقوا بدرين بالطف والأفكار محيرة أشرقوا بدرين بالطف والأفكار محيرة واليبارج هم ينادي يرجع للطف حيدرة واليبارج هم ينادي يرجع للطف حيدرة البدر الأول علي الأكبر الثاني سبع القنطرة البدر الأول علي الأكبر الثاني سبع القنطرة ويا محلاهم وسط الحام يا محلاهم وسط الحام يا محلاهم وما يا محلاهم يا محلاهم أياه إذا صح الحديث اللي تنقل الناس كبير اهل النبوة ببشر ما ينقاس وصغير اهل النبوة جمره ما تنداش اريد تقل لي عنش يطلع عل اريد تقل لي عنش يطلع عل حدر يشهد لب ايمان حدر اختم بهذه الهوسة وذكر ام البنين لقضاء الحوائج هاي ام البنين بيت حام الجار هاي ام البنين بيت حام الجار وابو فاضل ببطن ام البنين جنين من تلقى الحشيان تقوم ع الرجلين ويقل هليش يومه قمت ع الرجلين لن هتقول حس بابني العباس لن هتقول حس بابني العباس يناديني يا يومه تلقى اخويا حسين يناديني يا يومه تلقى اخويا حسين وعباسي قلها قموه لعباسي قلها قموه لعباسي قلها UE عندنا هوسة الى امير المؤمنين إذا عندك هموم العلي وصلها وقل لو دمعة الأشواق نزلها يا حلال المشاكل يا علي حلها يا حلال المشاكل بعد بعد يا حلال المشاكل يا أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة